اشتركوا في القناة طالبا سيادته نقل تحياته الى الرئيس الارميني ومؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الارمينية من خصوصية تاريخية وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الاصعيدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين من جانبه نقل وزير خارجية ارمينيا تحيات الرئيس الارميني الى السيد الرئيس معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة لا سيما في ظل الجالية الارمينية الكبيرة المتواجدة في مصر وما تلقاه من رعاية كريمة وكذلك لما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولي واقليمي ودور محوري متزن في المنطقة ومؤكدا اهتمام ارمينيا المتبادل لتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الاقليمية في المنطقة بما فيها تطورات الاوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية حيث تم التوافق بين الجانبين على اهمية تقويد التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى الى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الامن والاستقرار ومقدرات الشعوب كما تم التطرق الى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة بالاضافة الى تنصيق وتبادل المعلومات بين الاجهزة المعنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة